بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن طبعا نكمل إن شاء الله في الجزء الثاني من شرح درس الأم كنا قد بدأنا بشرحه في الجزء الأول طبعا هذا النص هو كما ذكرنا للكاتب إبراهيم المازني وهو أديب مصري في هذا النص تحدث عن ذكريات طفولته تحدث لنا عن أمه وطبعا عن بعض صفات والدته وبعض المواقف التي تدل على حنانها العجيب وصلنا أعزائي إلى الفقرة الرابعة سنكمل القراءة والشرح إن شاء الله يقول الكاتب ولما نجحت في امتحان الشهادة الابتدائية جاء أقاربي مهنئين وأشاروا على أمي أن تكتفي من تعليمي بهذا القدر لما كنا فيه من العسر فألحوا عليها وكنت جالسا في هذه الجلسة وإني لا أتذكر أن ابن عمتي سألها قائلا من أين تجئين بالمال الكافي لتعليمه فقالت إن الله معي ولو أني أصبحت أخدم في سبيل تعليم ولدي ما ترددت إذا لاحظوا هذا الموقف أعزائي بدأ الآن الكاتب يذكر لنا بعض المواقف التي حصلت معه والتي يذكرها طبعا هذه المواقف كلها تدل على حنان والدته على إصرارها على تعليم ابنها وكيف اهتمت به وكيف طبعا ربتهم أحسن وأفضل تربية يقول الكاتب عندما نجحت في امتحان الشهادة الابتدائية طبعا امتحان الشهادة الابتدائية في هذه المرحلة طبعا هي مرحلة نقلة ما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية فهنا جاء أقاربه يهنئونه أنه انتهى من المرحلة الابتدائية الآن أثناء هذه التهنئة أشاروا على والدته بشيء ماذا أشاروا على والدته أن تكتفي من تعليمه بهذا القدر أي بهذا الحد إذن ما معنى القدر أي الحد قالوا لوالدته يكفي ما تعلمه الآن يكفي تعليما توقفي عن تعليمه دعيه الآن يخرج من المدرسة طبعا يذهب ليساعدك في إدارة هذه الأسرة ليساعدك في مصروف الأسرة إذن أشاروا عليها أن يخرج من المدرسة ويمتهن صنعة معينة طبعا ماذا كان رد الوالدة قبل أن نرى رد الوالدة لاحظوا أعزائي في البداية يبرر لنا الكاتب لماذا أشار أقاربه على أمه بهذه المشورة لماذا؟ لأنهم كانوا في حال عسر إذن لما كنا فيه من العسر ما المقصود بالعسر هنا؟ ضيقوا الحال إذن لم يكنوا على قدر من الغنى يعني كانت أوضاعهم المادية سيئة بما معنى فلذلك ألحوا عليها بمعنى أنهم طلبوا منها بإصرار أن تكفى عن تعليمه وتخرجه من المدرسة طبعا هو يذكر التفاصيل يقول الكاتب أنا كنت جالسا في هذه الجلسة يعني أنا كنت موجود وهذه الحادثة التي أذكرها هي من الذاكرة أتذكرها بتفاصيلها وإني لأتذكر أن ابن عمتي سألها إذن لاحظوا دقة التفاصيل التي يذكرها الكاتب طبعا هذا موجود في الذكريات أو في السيرة الذاتية كما ذكرنا عندما يكتب الكاتب عن ذكرياته الخاصة يعني يذكر في بعض الأحيان التفاصيل الدقيقة التي مرت به في بعض المواقف الحياتية يقول أن ابن عمته سأل والدته من أين تجيئين بالمال الكافي لتعليمه بما معنى هو يقول لها أخرجيه من المدرسة لأنك لن تستطيع أن تتحمل تكاليف تعليمه قالت له رد الآن الأم إن الله معي لاحظوا الثقة الجميلة من الأم بالله سبحانه وتعالى التوكل على الله سبحانه وتعالى قالت له الله معي ولو أني أصبحت أخدم في سبيل تعليم ولدي ما تردت إذن هي مستعدة أن تضحي وأن تقدم كل ما تستطيعه في سبيل أن يكمل ولدها تعليمه لاحظوا الثمرات أيضا آتت أكلها كيف يا ثامن بأن هذا الطفل أكمل تعليمه وأصبح رجلا يعتمد عليه أصبح كاتب مشهور نحن الآن نتناول نصوصه ويعرفه الوطن العربي أجمع صحيح؟ إذن يعني كان لها حق أن تصر على تعليمه لأن التعليم طبعا ينفع الإنسان حتى مماته طيب أعزائي الآن نكمل الآن أول شيء نأخذ الفكرة في هذه الفقرة هو إصرار الأمي على تعليم ابنها إذن هذه هي الفكرة في هذه الفقرة الفقرة الخامسة ومن حنانها العجيب أنها كانت إذا مرضت ووصف لي الطبيب دواء لا تدعني أجرع منه إلا بعد أن تجرع هي منه وكثيرا ما كنت أقول لها يا أمي كفي عن هذا فتقول يا بني إن قلب الأم إنه قلب الأم فأقول ولكنه عمل لا نفع منه فتقول نعم ولكن ليطمئن قلبي وكانت عليها رحمة الله تتوخى أن تعفيني من المنغصات وتتجنب أن تحملني الهموم فتستقل بها دوني وتتحرى ما يدخل على نفس السرور ويشيع فيها الغبطة والرضا ويفيد على البيت الإيناسة والبهجة لاحظوا يعني هتان الفقرتان مرتبطتان مع بعضهما الآن يذكر لنا مواقف أخرى تدل على حنان أمه الموقف الثاني الذي يدل على حنان أمه أنها كانت إذا مرض ابنها ووصف له الطبيب دواء لا تطمئن ولا تدع ولدها يشرب الدواء طبعا إحنا أعزائي نناقش هذا النص في زمن كتابته كيف يعني يا ثامن؟ يعني في الزمن الذي كتب فيه هذا النص إبراهيم المازيني ولد سنة 1889 وتوفي 1949 فهذا الزمن يعني نحن نتحدث عن القرن التاسع عشر والقرن العشرين طبعا يعني نتحدث في 1800 هذا زمن قديم في تلك الفترة أعزائي يعني الدواء والعلاج لم يكن على قدر عالي من الثقة لدى الناس كانوا يخافون أن يكون لهذا الدواء عراض جانبية يخافون على أبنائهم فبالتالي ماذا كانت تتصرف الأم حتى إذا طبعا مرض ووصف له الطبيب دواء كانت تجرع من هذا الدواء قبل أن يجرع منه ابنها كيف يعني تجرع؟ أجرع أي أشربه كانت تجرع أي تشرب كانت هي تأخذ هذا الدواء الذي يصفه الطبيب وتشرب منه قبل أن يقوم ابنها بشرب هذا الدواء بمعنى كانت تجربه على نفسها لترى هل ستتضرر؟ هل سيحصل لها أي شيء يضرها؟ يعني سبحان الله كانت تضحي بنفسها وبصحتها مقابل أن تختبر صحة هذا الدواء على نفسها بدل أن يصيب ابنها أي شيء لاحظوا هذا الحنان العجيب يعني قد نستغرب هذا التصرف ولكنه يعني إن بحثنا في أهداف ونجد أنه سبحان الله يدل على حنان عجيب أيضا كان يقول لها هو ردت فيه عندما تفعل هذا التصرف يقول لها يا أمي كفي عن هذا توقفي توقفي عن هذا التصرف هي تقول له بكل لطافة وأسلوب تحبب يا بني لاحظوا هذا الأسلوب اللطيف للتحبب يا بني أسلوب نداء للتحبب إنه قلب الأم إذن هي لا تستطيع ليس بيدها أن تغير هذا الطبع فهذا قلبها الذي يدعوها لأن تفعل ذلك ماذا يرد عليها؟ يقول له هذا عمل غير نافع يا أمي لأنه يفكر من منظور الإبن وهي تفكر من منظور الأم فتقول نعم ولكن ليطمئن قلبي تعرف أنه عمل لا نفع منه هي لن تستفيد ربما تتضرر لأنه هي ليست مريضة ولكن تقول له لن يطمئن قلبي إلا إذا فعلت هذا الشيء هذا إذن موقف آخر أيضا يذكر لنا موقف أخرى يقول كانت أيضا رحمها الله لاحظوا هذه جملة معطرضة تفيد الدعاء رحمها الله إذن جملة معطرضة ماذا تفيد الدعاء؟ كانت تتوخى أي تلتزم وتتحرى ماذا؟ أن تعفيني من المنغصات تعفيني أي تحميني أو تبعدني كانت دائما تحاول أن تحميه أن تبعده عن المنغصات ما هي المنغصات؟ المشكلات التي تكدر الحياة بغض النظر طبعا إن كانت هذه المشكلات مادية أو مشكلات معنوية أي مشكلات تواجهها كانت تحاول أن تعفي أو تبعد ابنها عن هذه المشكلات يعني لا تريد أن تسبب له الألم أو تسبب له انشغال البال كانت أيضا تتجنب أن تحملني الهموم لا تريد أن تحمله هم أي شيء فماذا تفعل؟ تستقل بها دوني بماذا؟ هذه الها أتعود على ما؟ على الهموم تستقل أي تتحملها بدوني تتحمل هذه الهموم بدونه لا تخبره عن هذه الهموم فتستقل بهذه الهموم لوحدها ولا تخبر ابنها عنها أيضا تتحرى يعني بمعنى تلتزم أو تبحث عن ما يدخل على نفس السرور الهموم تبعدها عنه بالمقابل السرور ماذا تفعل أمور المسرات؟ تحاول أن تتحرى أو تبحث عن الأمور التي تسبب له المسرات وتخبره بها أو تفعله لها على مستوى ممكن أعزائي يعني طعام نذيذ كان يشتهيه شيء يحبه ملابس يريدها كانت تحاول أن تدخل على نفسي السرور بأي طريقة تراها مناسبة أيضا وكانت تحاول أن تشيع فيها الغبطة الأمور تختار الأمور التي يشيع فيها الغبطة والرضا يشيع بمعنى ينشر ينشر ماذا الغبطة؟ ما هي الغبطة؟ الغبطة بمعنى المسرة أو السرور والرضا ويفيد على البيت الإناس والبهجة الإناس بمعنى الفرح إذن هي كانت تختار كل ما يجلب للأسرة والبيت السرور والبهجة والإناس تبعد عن بيتها الهموم تبعد عن بيتها المنغصات وتحاول أن تحمي أسرتها إذن نستطيع أن نقول أنها كانت أم مثالية ما هي الفكرة هنا؟ الفكرة أعزائي أنه يذكر الكاتب هنا لنا مواقف تدل على حنان أمه العجيب الآن نكمل يقول في الفكرة السادسة وحينما استقلت من وظيفتي إذن هو استقال من وظيفته أصابني بعض القلق وشعرت بالندم على الاستقالة فلما رأتني أمي على هذه الحال قالت لي قم وتوكل على الله فقد كنت أنا مستعدة أن أعمل بيدي في سبيل تربيتك فكن أنت مستعدا أن تعمل بيديك إذا احتاج الأمر وثق بأنك لن تخيب فإني داعية لك راضية عنك لاحظوا تشجيع الأم الآن لولدها دعم الأم لولدها على عدم الاستسلام أن طبعا يواصل المسيرة أن لا يستسلم أن لا يقف الآن في هذا الطريق الذي انتهجه يقول الآن لاحظوا معي نقلة الآن هو أنهى مرحلة الدراسة أنهى أيضا مرحلة الدراسة الجامعية بقيت أمه بجانبه الآن وصل إلى مرحلة الوظيفة إذن هو الآن أنهى دراسته الجامعية أصبح الآن يعمل في وظيفة الآن بعد فترة استقال من هذه الوظيفة لسبب طبعا لم يذكره إذن هو استقال من وظيفته أصابه بعض القلق لماذا؟ لأنه يعني اعتقد أنه لن يجد وظيفة مناسبة الآن هو أصبح بدون عمل هذا الشعور طبعا شعور مقلق شعر أيضا بالندم على الاستقالة لماذا استقلت؟ لو أنني تريثت لو بقيت أفضل بعملي وهكذا ما هو دور الأم في هذا الشعور الذي شعر به ابنها طبعا دعمت ولدها ولما رأته على هذا الحال ماذا قالت له؟ قم وتوكل على الله إذن لاحظوا الثقة بالله مرة أخرى هنا بداية قالت له لابن عمتي عندما سألها أين تجئين بالمال؟ قالت له إن الله معي لاحظوا هذا أول جواب يدل على ثقتها بالله سبحانه وتعالى أيضا هذا الجواب يدل على ثقتها وتوكلها على الله سبحانه وتعالى تقول له قم وتوكل على الله لماذا تضرب له مثال عن نفسها شخصيا؟ هذا نسميه التربية بالقدوة أو التربية بالنموذج أعزائي هي تقول له أنا كنت مستعدة أن أفعل أي شيء في سبيل تربيتك أنت الآن يجب أن تكون مستعدا أن تفعل أي شيء لتكمل تعليمك أو لتكمل نجاحك في هذه الحياة لتكمل مسيرتك فبالتالي ينبغي أن تعمل بيديك إذا احتاج الأمر وأيضا تقول له ثق أيضا بأنك لن تخيب بمعنى لن تفشل لماذا؟ لماذا لن يفشل وهي متأكدة من ذلك؟ لأن قلب الأم معه دعاء الأم المستجاب عند الله سبحانه وتعالى معه تقول له أنا داعية لك راضية عنك إذا كانت الأم راضية وتدعو لولدها ماذا يريد أكثر من ذلك؟ أي خير يمكن أن يصيبه أكثر من ذلك؟ إذن هنا الأم تدعمه نفسيا أيضا تحثه على عدم الاستسلام هذه الفكرة تشجيع ودعم الأم لولدها وحثه على عدم الاستسلام وصلنا إلى النهاية يقول الكاتب كانت ذاكرتها قوية لاحظوا الآن تقدمت الأم بالسن أصبحت أمه كبيرة في السن يذكر لنا الآن بعض الصفات الأخرى التي اتصفت بها والدته غير الحنان والعطف الذي كانت تتصف به يقول أيضا ذاكرتها كانت قوية فكانت إذا جلست للسمر تتدفق بأحاديث الأيام السوالف إذن كانت إذا جلست للسمر أي السهر ليلا ماذا تفعل إذا جلست لتسهر مع أسرتها في الليل؟ تتدفق بأحاديث الأيام السوالف الأيام السوالف أي الأيام الماضية السوالف طبعا مفردها سالفة وهي ما مضى من الزمان ويقصد هنا بها الأيام الماضية إذن ذاكرتها قوية تتذكر كل ما حدث في الأيام الماضية وكأنها تحياها من جديد فلا يغيب عنها حرف ولا يفوتها لون وكانت لقوة ذاكرتها سجلا عاما للأهل والأصحاب فمن نسي شيئا فما عليه إلا أن يلجأ إليها وكانت تكتفي بالنظرة الأولى إذا أمكن أن تستغني عن الكلمة فكنا نتفاهم بالعيون والذين حولنا غافلون لا يفطنون إلى شيء تلك هي أمي أو تلك بعض خطوط الصورة وإني لجليد في العادة ولكن موتها هدني فقد كانت لي أما وأبا وأخا وصديقا لاحظوا الآن يقول الكاتب كانت ذاكرتها قوية وكأن الأحداث التي تذكرها كأنها تحياها من جديد يعني تذكر الأحداث بتفاصيلها الدقيقة وكأنها الآن عاشت هذه الأحداث في الفترة الحالية التي تذكر فيها هذا الحدث لا يغيب عنها أي حرف أي لون تتذكر التفاصيل الدقيقة الكلام الألوان كل شيء تتذكره هذا دليل على قوة ذاكرتها أيضا يقول لقوة ذاكرتها كانت سجل عام للأهل والأصحاب السجل بمعنى هنا كتاب تحفظ فيه المعلومات وكأنه إذا أراد شخص من الأهل أو الأصحاب أن يسترجع موضوع معين يتعلق بأي شيء مثلا أولاد فلان منهم شيء يتعلق بذاكرة قديمة تذكرين ماذا حصل في الوقت الفلاني في كذا هي كانت طبعا يعودون إليها ويطلبون منها أن تذكرهم بالأحداث بالتفاصيل الدقيقة فكانت بمثابة السجل أو الكتاب الذي حفظ فيه كل المعلومات السابقة وبإمكانها أن تسترجع أي شيء يحتاجه الأهل والأصحاب في وقته يقول من نسي شيئا من هؤلاء الأهل والأصحاب فما عليه إلا أن يلجأ إليها أي يستعين بها أيضا من صفاتها غير قوة الذاكرة أنها كانت تكتفي بالنظرة الأولى تستغني الآن عن الكلام بماذا بالنظرة إذا أرادت شيء بنظرة معينة توحي لأبنائها مثلا أو إلى من يقابلها بفكرة معينة من خلال تتواصل بالنظر مع من يقابلها إذا تمكنت أن تستغني عن الكلام أكثر شيء طبعا هذا كانت تفعله مع من؟ مع ابنها الذي ربته وجعلته بمثابة سيد الأسرة كما قلنا يقول كنا نتفاهم بالعيون هو ووالدته كانت تنظر إليه فيفهم عليها من نظرة عيونها إن كانت غاضبة إن كانت حزينة إن كانت سعيدة من نظرة العيون والذين حولنا غافلون لا يفطنون إلى شيء لا يفطنون بمعنى لا يفهمون أو لا يفقهون أو لا يعلمون شيئا مما نريده فنحن فقط نتفاهم بماذا بالعيون ينهي الكاتب حديثه بهذه العبارة يقول تلك هي أمي بمعنى هذه أمي هو يصف أمه ويذكرنا في بداية النص عندما قال أنا لا أعرف الأمهات كيف يكون أنا فقط أتحدث الآن عن أمي وأعرف كيف هي أمي ذكر لنا صفات أمه الآن يقول هذه هي أمي التي أردت أن أخبركم عنها أو تلك بعض خطوط الصورة يعني الذي ذكرته هو شيء قليل جدا مما كانت أمي تفعله أو مما يدل على حنانها ذكائها سلوكها هذا فقط شيء يسير بسيط جدا إذن خطوط الصورة أي هذا بعض التفاصيل بعض المواقف القليلة جدا ولكن ما لم أذكره هو أكثر بكثير يقول أيضا إني لجليد في العادة جليد بمعنى قوي شديد صبور على المكروه هو بالعادة هكذا يصبر على المكروه هو قوي هو شديد ولكن تأثر لشيء واحد ولم يعد قويا لم يعد شديدا انهار لم يعد صبورا على المكروه متى؟ شيء واحد فقط هو الذي هده وهو موت والدته يقول موتها هدني لماذا؟ لأنها كانت له ليست أما فقط كانت أم وأب وأخ وصديق فقد كل هؤلاء بموت والدته حفظ الله أمهاتنا جميعا إن شاء الله أعزائي طبعا نص جميل عشنا معه كان ممتع جدا إن شاء الله أعزائي نلتقي في الفيديو القادم لنبدأ بحل الأسئلة الموجودة في هذه الوحدة إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر